تمام يا سير. هلو مش هتسألنا يا سير? نعم. مش هتسألنا? ما هوت احنا بدأنا لسا يال. يال. موسيقى الاولى بقول listen and write true or false. قول لي صحة او غلط الجمل دهيات بعد ما بتسمع. النقطة الاولى بقول we don't grow rice in Egypt. we don't grow rice in Egypt. هقول له طبعا number one false. غلط. number two. Egyptian farmers raise chickens. true. طبعا في يوم التاني هقول له true. number three. Egyptian farmers don't grow vegetables. مش بيزرعوا الفيشتابولز. طبعا الكلام ده باردو false. الكلام ده false. page twelve. page twelve. number four. farmers raise chickens to get eggs and meet. طبعا الكلام ده true. yes. او صح. ده بالنسبة لجزئية listening. حسب المعلومات اللي انت اخدتها الحصة اللي فاتت. هروح بعد كده لجزئية المحادسة. مديني اربع كلمات وبقول لي كمل بهم المحادسة. السؤال الاول عندي بقول is ready. قلنا طبعا هنا ايات. ايات كمل معايا. number one. number one. lunch is ready. lunch is ready. الغدا جاهز. it looks delicious. كمل. بقول food comes from our country. هقول له which. which food. اي طعام بيجي من بلدنا. which food comes from our country. بعد كده بقول له I think we grow. rice. rice in Egypt. we grow rice in Egypt. number four. why do farmers? race. اسمها raise chicken. raise chicken. ليه الفلاحين بيربوا الفراخ. قلنا في الجزئية ده ايات اخلي بالي من كلمتين مهمين اللي هي grow مع الفود او grow عمتا مع ال plants وال vegetables. و raise. و raise. مع the chickens او الانمالز. بعد كده سؤال الماتش. يلا يا انس. number one. which food comes? ايه. C. الاجابة C. from our country. عشان اكون سؤال. number two. سلمة موجودة. سلمة. طيب محمد. نعم يا سيد. يلا يا محمد. number two. two. والفارمرز كيبي تشيكينز تو ايه. محمد. ينفعنا شير. اهدايايات. اهدايايات. الاجابة. الاجابة. دي طبعا اللي هي جيت ايجز ان دي ميت. فارمرز كيبي تشيكينز تو جيت ايجز ان دي ميت. number three. يلا يا احمد يهاني. وي بروديوس فيجتابلز. وي بروديوس فيجتابلز. like tomatoes and onions. like tomatoes and onions. بنزرع او بننتج هنا خضروات زي مثل الطماطم وي البصل. اخر جملة عندي number four. يلا يا سهايب. بول. اي think you will grow. اي think you will grow. I think you will grow. I think you will grow. I think you will grow. رايس ان ايجز. الاجابة بي. هروغ بعد كده اللي جمال الاختياري. number one اياد. the food looks delicious. number two. كامل. فارمرز كيبي تشيكينز تو جيت ايجز. and? and طبعا هنا ميت. شكرا للمشاهدة 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 What meal are they having? What meal are they having? تمام. What meal are they having? آخر نقط عندي محمد بقول وي. ها؟ وهنا الفاعل عايز فعل بعدها. فين الفعل اللي في القدام هنا؟ هاقول وي. ها؟ وي ريز. نن ايجيبت. وي ريز. تمام و الفلسطور. عب. بعد كده عندي جزئية البانكتويتشون. يلا اياد. م ياه؟ ابدأ بأول الجملة كابتل. يبقى الدبلو كابتل. في بعد كده؟ الفارميرز اول حرف كده. ليه 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 هي الفارميرز اسمك؟ ايجبت والاكوستشان مارك. يبقى عند ال W وال E والكوستشان مارك. نقول تاني. ال W بداية الجملة. ال E يجبت اسمي بلد والكوستشان مارك. هروح بعد كده لجزئية الماتش التانية. يلا يا اناس. بقول ايجبتشان فارمارز. اناس. انا ما حضرتك سير. ايجبتشان فارمارز. هتكون ايه. ايه ولا بيه ولا سيه ولا دي? سي. لا ما تنفعش. شكرا. يلا اياد. 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 نمبر وان ايجبتشان فارمارز. ايه يا سي. ايه? اه? اه. يعني. ممكن انا سير. نمبر وان بايه? دي؟ تمشيش. ما تمشيش. دي. هتكلم قم بي? لأ نتكلم مهي? اقوله هنا ايجبتشان فارمارز وانا اخب معها دي. ايجبتشان فارمارز دي. اقوله غرو رايز. اناس. اناس. نمبر واناس. نمبر دي. اعملها دي. هنا. ريزة تشيكن از. ايه? از. تو كيب ان دفيد زم. يبقى كلمة تريز معناها كيب. كلمة تريز معناها كيب. بمعنى يا ربي. يبقى ريزة تشيكن معناها تو كيب ان دفيد زم تو جيت ايجزة ان دميت. بالربي فراخ يعني بنربيها وبنعتني بيها علشان تدينها بيض ولحوم. اخر جملة عندي. اي ميت. اي ميت سامي سبيشال فود. طبعا اي ميت سامي سبيشال فود. فور اس. اي ميت سامي سبيشال فود فور اس. نكمل القطع اللي عندي ميديني كلمات زي ريز. كام بروديوس ريز. هول ايجيبشان فارمرز بروديوس مني سينجس. يو سي. طلاحيين بينتجوا حاجات كتيرة من اللي انتم شايفينها. وينقط فيشتابولز. بروديوس. وي بروديوس. يبقى ممكن اكتب كلمة بروديوس هنا. او اكتب فوها number one. وي بروديوس فيشتابولز like onions, بوتيتوز and tomatoes. rag feal breathe. كمان من حاجات اللي عندي هنا. we grow rice. Gross? we grow rice. we grow rice in Egypt. طعامنا ده مميز وأيضاً لذيذ الطعام. ده بالنسبة للقطع. هروح بعد كده الجزء في الاختياري. نشوف. ابراهيم. ابراهيم. بقول هنا منزل تركيب اندفيد تشيكن. كلمتين اللي هنا تمشي. ابراهيم. لسه شرحينها فوق. لسه شرحينها فوق. محمد. نعم يا سيد. نعم يا سيد. نعم يا محمد. 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 نعم يا م anchana 1% نansen نrator 3 العناس نانس سياسي لقابة سي اسمع شقر كين أصعب السقر شقر كين number 4 سوهايب I eat in the morning breakfast breakfast in the morning number 1 في الترتيب اياد اياد ما هو أنا مش هاولي الاسم اكتر من مرة اه ما عليش يسير الماي كما اقول لو النبي اسحالي كده وفوق اسحالي وفوق ايوة كده ايوة كده ايوة كده جملة تانية صحايب ايوة كده ايوة كده ايه الاكلات او الطعام دو اللي احنا we produce in Egypt what foods do we produce in Egypt عشان كنت كونت السؤال بطريقة صحيحة هنروح النهاردة لدرس جديد نركز شوية نركز شوية طبعا الجزء اللي فاته يتذاكر تاني بالوضع بتاعنا ده يتذاكر تاني بقول هنا مديني حاجة اسمها digestive system الجهاز الهضمي يبقى عندي اول كلمة في حفظ النهاردة digestive system الجهاز الهضمي بديلي في كلمات زي كلمة mouth اللي هو الفم teeth اسنان كلمة جديدة عندنا اسمها اسوفيجاس 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 اللي هو المري عند الستومك اللي هي المعدة نفسها عندي حاجة اسمها large intestine الامعاء الغليظة وعندي small intestine الامعاء الدقيقة يبقى دي كلها كده بتكون عندي جهاز اسمه digestive system الجهاز الهضمي مسؤول عن اين جهاز الهضمي طبعا ده بيبقى مسؤول عندي عن عملية الاكل وهضم الطعام بيبقى ده مختص بال eating والdigestion نفسه او الهضم نفسه طيب تعالا نشوف بقية الكلمات اللي عندي مديني كلمة waste بمعنى مخلفات او فضلات او بقايا district juice district juice district juice العصارة المعادية energy ليطاقة muscle muscle بمعنى عضلة salt طعام مديني بعد كده مجموعة الافعال اللي عندي زي digest والماضي منها digested move moved chew chewed remove removed change arrived mixed mixed بعد كده بكمل عادي خالص الناس اللي معاها المذكرة ايشتغل معايا عادي ويكمل نعمل في page تمام page 16 خلاص دي اخر حاجة ارينها دلوقتي بالنسبة للماضي بعض المصطلحات اللي عندي وحروف الجر اللي موجودة في الدرس الاول تشوفوه ده وز بمعنى يمضغ الطعام باستخدام كذا get energy يحصل على الطاقة remove waste يتخلص من البقايا او الفضلات go from كذا تو كذا بينتقل من الى move from to يعني برضو بينتقل من الى go down ينزل الى simpler form شكل ابسط او اسهل stay away from stay away from ابعد عن او خليك بعيد عن تعالوا نشوف الجزئية اللي عندي في الشرح نركز شوية بقت عشان ندخلين للجمل المهمة اذا اذا لازم ابقى واسق من نفسي في المنهج الجديد الكلمات ما تباش هي مشكلتي الكلمات ما اعتبرهاش مشكلة كلمات صعبة سهلة كده كده كلمات لازم اكون حافظها علشان انا مطلوب مني سنادي اكتب واحفظ جمل what happens in our body when we eat food بيقول لي ايه اللي بيحصل في جسمنا لما بنتناول الطعام تعالوا نشوف والركز عشان هنستفيد من جمل زي ده لما يقول لي اكتب باراغراف عن الديجيستيف سيستم زي اسوفيجاس اللي هو قلنا الماري جوز فروم زا ماوس يعني بيبدأ عند من الماوس تو زا ستمك واصلا او حتى المعدة يبقى الاسوفيجاس ده ما كانوا فين في الجسم قلنا بيبدأ من الماوس من الفم من بعد نهاية الفم تو زا ستمك للمعدة ده اسمه الاسوفيجاس الماري بعد كده بيقول لي وين زا فود موفز فروم اسوفيجاس لما بينتقل الطعام من الاسوفيجاس تو زا ستمك الى المعدة زا جاستريك جوس دايجيستز ات وظيفة الجاستريك جوس او العصارة المعدية اللي موجودة في المعدة يعني دايجيستز ات بتهضم الطعام ده فود موفز فروم زا ستمك بينتقل الطعام بعد كده من المعدة تو زا سمول انتستن للامعاء الدقيقة ليه تكمبيل دايجيستشن عشان يكمل عملية اسمها عملية الهضم طيب وظيفة اللارج انتستن ايه؟ اللارج انتستن اللي هي الامعاء الغليظة is around small intestine ما كانها فين؟ موجودة حوالين around حولها 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 ال small intestine طيب وظيفتها بتعمل ايه؟ اللارج انتستن اللي takes water and salt from food بتستخلص بتاخد المية والملح او المية والاملاح من الطعام ايه كمان وظيفتها ودي نقطة مهمة it removes the waste يعني ايه remove the waste هي المسؤولة عن التخلص من البقايا او الفضلات اللي موجودة في الجسم دي وظيفة مين؟ اللارج انتستن يعني الامعاء الغليظة نعم يا اياد حاضر the large intestine وظيفة الامعاء الغليظة اللي الكبيرة هي موجودة around small intestine موجودة حول الامعاء الدقيقة it takes water and salt from food بتاخد المية والملح من الطعام عشان تديها او تغذي بها الجسم it removes the waste معناها بتزيل هي اللي بتتخلص من ال waste اللي هي البقايا او الفضلات دي كلها جمل عادية ما فيهاش اي مشكلة ولكن تعالى بقت لي الجمل المطلوبة مني عند كتابة البراجراف هتخلي بقى لنا في القطعة اللي جاية دي كويس تمام؟ كل الجمل اللي فاتت ديت متاخدة من القطعة دهية بيقول لي when we eat when we eat عندما نأكل لما بنأكل اللي بيحصل بقول we use our digestive system to digest what we eat هتجي لي جملة زي دهية في اختياري او في اكمل ويقول لي we use our نقط to digest what we eat بستخدم الجهاز ايه عشان اهضم الطعام قلنا طبعا هنا digestive system we use our digestive system to digest عشان نهضم what we eat اللي احنا بنأكله بطريقة تانية يقول لي we use our digestive system when we not up هقول له بستخدم الجهاز الهضمي when we eat when we eat عندما نأكل لما بنأكل بنستخدم الجهاز الهضمي مش التنفس طيب ايه اللي بيحصل في عملية الاكل دي؟ اول حاجة we put food in our mouth we put food in our mouth بنضع الطعام في فمنا we chew food with our teeth we chew food with our teeth بنمضغ الطعام with our teeth بالاسنان جملتين اسهل من بعضهم بيجوا في الترتيب وبيجوا في الماتش وهستخدمهم لما يقول لي اكتب بارا جراف يبقى we put food in our mouth بنضع الطعام في فمنا we chew food with our teeth وبنمضغ الاكل ده بقى سناننا then بعد كده the food goes down the iso vegas الاكل بينزل في ال iso vegas في المرية it arrives in the stomach بيوصل لي المعدة in the stomach بقى في المعدة the food mixes الطعام ده بيختلط مع ايه مع حاجة هناك اسمها district juice العصارة المعدية the district juice changes the food هي اللي بيتحول وبيتغير الطعام ده into a simpler form لشكل ابسط بعد عملية طبعا المضغ واختلاط الطعام ده بالعصارة المعدية بتبدأ الحاجة اللي احنا وكلنا تبقى شكلها ابسط شوعي صغرت to get energy and the nutrients عشان نحصل على الطاقة والعناصر الغذائية اللي الجسم بيحتاجها we need the energy احنا محتاجين الطاقة طبعا and the nutrients in our body وإلا ما كناش اكلنا من الاساس we need energy and the nutrients in our body احنا محتاجين للطاقة وايضا العناصر الغذائية in our body في جسمنا طبعا الكلام ده موجود من الترجم عندي تحته ولكن انا ما يهمنيش ترجمة انا يهمني ان يكون حافظ شكل الجملة يبقى we use digestive system when we not هاولو when we eat لما بناكل we put food in our هاولو ماوس بنحط الأكل ببقنا we chew food with our هاولو teeth بنمضغ بسنانا the food goes down there هاولو الاكل بينزل في مجرى كده اسمه الاسوفيجاس المري it arise in the stomach وبعد كده بيوصل للمعدة في الاستومك في هناك عصير كده اسمه gastric juice gastric juice العصارة المعدية تمام دي كلها جملة مهمة تعالوا نشوف هنا بيقول لي رتب ضع الجملة في الترتيب الصحيح طبعا انا ما بيجيليش في الامتحان لترتيب ولا حاجة ولكن كتدريب عشان يقوه بس عندنا فهمنا للجزئية ده هي قال لي number one we put food in our بنضع الطعام في فهمنا we chew food with our teeth وكمان بنمضغ الأكل ده بسنانا طيب الجملة التانية تبقى ايه هل the food goes down the isofegas ولا لو ينيد energy ولا إيه هقول له number two the food goes down the isofegas in the stomach بينزل في المريء وبعد كده المعدة دي تبقى number two هنا هكتب number two هنا two طيب وبعدين ها هو وصل الستومك ها لا لسه دي لسه دي لسه ونوان تو ها ايه ايه ونمبر سري هنا الاخيرة بسري الاخيرة بسري الاخيرة بسري انتو أنيرجي ان الأولى دي هيتبقى number four اخر نقطة عندي number five ونديت انيرجي انترنتز in our body تمام؟ ده الترتيب للجمل اللي قدامي ده الجزء الخاص بيه The digestive system الجهاز الهضمي هنروح بعد كده نكمل ناخد ولا كفاء جهز واحد النهاردة? فاجهز واحد يسير. ليه يا يات? عشان نعرف محفوظه من سير. طيب هنجهز بكلمات الدرس التاني هنجهز هنجهز بكلمات الدرس التاني. هنجهز بكلمات الدرس التاني اللي هي الجهاز التنفسي. مديني ايه في الجهاز التنفسي? العضاء المسؤولة هنا عن الجهاز ده. النوز للأنف. مديني حاجة اسمها بريز ان وبريز اوت يستنشق وهنا يزفر اللي هو بيتنفس يعني عندي بريز ان باخد نفس وبريز اوت بطلع النفس. لانجز لانجز اللي هي الرئتين. دايافرام دايافرام اللي هو الحجاب الحاجز. دي كده بيمثل عندي حاجة اسمها زا ريزبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي. طيب. يبقى ايزا هنسيب الجزء ده بس دي جهازي بكلماته عشان ابقى فاهم انا هشتغل في ايه? بالنسبة للجمل. طيب. بالنسبة للهومورك ياسير هاحل ايه? تعالي كده لبيت. ها? بيت توينتي تو. تمام? ها تلات جملة بسيطة. تلات جملة بسيطة. طيب. اوكي. هاتلي بيت توينتي فايف. توينتي فايف. في توينتي فايف هاخد الجملة الاولى والتانية والتالتة. اولة تانية تالتة. اول تلات جمل بس. تمام? دولة الخاص بالجزء اللي احنا شبحناها. والترتيب برضو. يبقى تاني اختياري اول تلات جمل. بالنسبة لي الترتيب اول تلات جمل. تمام كده? تمامي سير? بالتوينتي فايف اول تلات جمل في السؤال الترتيب واول تلات جمل في الاختيار. بعد كده هاخد القطعة. قطعة. نتكلم عن الديجيستف سيستم. تمام? وهاخد سؤال اكمل. تمام? تمام يا سير. تمام الجملة الاولى والتانية. ده طبعا لان الدرسين مع بعض او الجهازين مع بعض المفروض انهم درس واحد. يعني في المدرسة انا هاخد الجهازين مع بعض في حصة واحدة. المفروض الديجيستف سيستم والرزبيراترو سيستم الاتنين في حصة واحدة. لانهم درس واحد مش درسين. يعني الكتاب عاملهم درس واحد مش اتنين. تمام? ولكن انتوا عشان ما تلغبطوش قلنا ناخد ده في حصة وده في حصة. مرة تانية الكلمات اللي عندي في الحفظة. بقول ديجيستف سيستم. تيس. اسوفيجاس. اسوفيجاس. ماش ثقم. تتعافيراترو. inward. الجهاز. جيتين. تأتنين. جيتين. Saint. جيتين. استى. دايجست. move. شعود. للم. اشع. تتعاد. spiritual. Šai ف 없고 في هذا sozial. شعود. Warsaw. شعود. التعافيراتو. استعادة وachtet. الإجرست من العلوم من الحقلip Excellent. جَهوا. جیں. اتيت. ات. تعiliz ذهب إنه. تتك particular organisار حروف الجر مهمة طبعا علشان هتفيدني في كتابة الجمل. تاني قلت هحفظ جمل مرتبة علشان سؤال الترتيب وعشان البنكتويشن وعشان الاختياري وعشان الاستماع وعشان اكمل وعشان الباراجراف. يبقى لازم لما زاكر هزاكر جمل وليست كلمات فقط. كلام واضح يا شباب?